شاركة حساب الاي كلاود مع شخص آخر هي من أخطر المشاكل اللي ممكن تحدث لمستخدمي أجهزة أبل سواء آيفون أو آيباد أو آيبود أو جهاز الماك خلينا نتعرف على هذه المشاكل وكيف تقدر تتلافعها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حديدي من أكثر المشاكل اللي تواجه مستخدمي أجهزة أبل هي الاستسهال في إعطاء البريد الإلكتروني أو الحساب الاي كلاود أو حساب الأبل ستور لشخص آخر عشان يحمل تطبيق عشان يحمل لعبة عشان يحدث تطبيق من وإلى آخره أو أنه استصعابه من الشخص الآخر لعمل حساب فيقول له خذ حسابي بالعربي فخذ حسابي وحمل وعيش لكن هذه الأشياء تسبب مشاكل كثير أهمها أو خلينا نشوف إيش ممكن يشوف لو شخص ثاني مع نفس إيميل الآي كلاود الخاص فيك فلو أنت اضطريت وعطيت أحد أو حطيعطي أحد لابد أنك تنتبه لهذه الخطوات طيب أدخل عندك حساب الآي كلاود من أول خانة من الإعدادات هتحصل عندك هنا أول شيء الأجهزة اللي داخلة بنفس حساب الآي كلاود الخاص فيك لو اكتشفت هنا أي جهاز ما هو جهازك بتدخل على نفس الجهاز بهذا الشكل وحتحصل عندك إزالة أو حذف من الحساب إزالة من الحساب بالتالي هو بعد كده ما هيقدر يستخدم حسابك في الآي كلاود ولو عنده أي معلومات هتبقى للأسف في جهازه يعني لو ما أخد معلومات من جهازك من قبل سواء أسماء أو ملاحظات أو صور هتبقى ولكن أي جديد ما هيستجد في جهازه لو ما لقيت إلا جهاز واحد أو كيف تعرف الجهاز اللي أنت شغال عليه هيكون مكتوب أسفل الجهاز هذا الآيفون كلمة هذا معناته هو الجهاز اللي أنت شغال عليه الآن طيب طيب لو دخلنا على إعدادات الآي كلاود من هنا من هنا هتقدر تعرف أنت مشارك إيش مع الأجهزة اللي تستخدم نفس حسابك لنفترض أنه أخوك مع نفس حسابك وداخل فيه فأخوك إيش هيقدر يشوف من جهازك هيقدر يشوف الصور طالما محطوط عليها تشغيل طيب لو أنت حابب أنه ما يشوف الصور وهو يستخدم نفس حسابك هتدخل على إعدادات الصور وحتقفل خيار التدفق الصور الخاص به بالتالي أنت أي صورة هتحطها في ألبوم الصور عندك ما هتروح له طيب لو أنت عندك أكثر من جهاز وكلها خاصة فيك وحابب أن تكون الصور بكل الأجهزة واحدة وتضيف صورة هنا تنضاف بشكل آلي هنا أو تحذف هنا تنحذف من جميع الأجهزة حتتضر أنك تفتح هذا الخيار طيب إيش يقدر يشوف ثاني غير الصور؟ لو وقفناها الصور ما هيقدر يشوفها طيب نفس الشيء البريد الإلكتروني البريد اللي هو الخاص فيك تبع الأي كلاود أي رسالة حتجيك على الإيميل حتجيله أيضا على الإيميل جهات الاتصال جميع الأسماء اللي مسجلة عندك أو حتسجلها جديد أول بأول حتوصل له نفس الشيء أي موعي تسجلها بالتقويم أو بالتذكيرات أو حتى الملاحظات أو الآن أصبح الرسائل النصية أي رسالة حيكون في تزامن بين الجهازين إعدادات سفاري المفضلة وآخر شيء دخلته وهذه البيانات كلها العيدية إلى تكملتها طيب كده خلصنا من إيش يقدر يشوف في جهازك فقط لا غير لأنه في بعض الناس تقول لي ممكن يشوف رسائل الواتس أب ممكن يشوف فقط هذه الأشياء اللي ذكرتها هو اللي يقدر يشوفها أي شخص يستخدم حسابك في الآي كلاود طيب فيه إعداد جدا مهم وهي أغلب الناس مثلا معطي يميله تزوشتو أو حتى عنده أكثر من جهاز ولكن لما تجي مكالمة تجيله على كل الأجهزة أو يلاقيها في سجل المكالمات لو أنت حابب تلغي هذه القصية هتدخل على خلوي هتحصل عندك مكالمات على الأجهزة الأخرى هنا مثلا عندي جهاز آيباد وعندي آيفون غير هذا اللي جالس أشرح عليه وعندي جهاز الماك لما تجيني مكالمة تجيني على ثلاثة أجهزة بالإضافة إلى الجهاز الأساسي يعني أربع أجهزة ترم بنفس الوقت والأربع أجهزة محطوط في سجل المكالمات نفس الاتصال الوارد فأنا لو حابب أقفل على أي جهاز بقفل الخيار حقه أو أقفل على جميع الأجهزة وفقط يجيني على الاتصال فقط يجيني الاتصال على الجهاز اللي أنا أستخدمه آخر إعداد هو لو رحت الأب ستور والأيتونز ستور لو أنت داخل بحساب أي شخص سواء كان حساب الأب ستور منفصل أو مدموج مع الآيكلاود لو حمل تطبيق يتحمل في جميع الأجهزة بشكل آلي يعني تحمل تطبيق مثلا الواتس أب في الجهاز الأول تلاقي الجهاز الثاني يتحمل معه طيب هذه ممكن تقفل التطبيقات نفس الشيء لو اشتريت أي شيء من تطبيق الموسيقى عشان ما ينزل بشكل آلي نفس الشيء بالنسبة للكتب والكتب الصوتية بهذا الشكل لو قفلت هذه الثلاثة يصير ما حتنزل معاك في جميع الأجهزة هذه كانت أهم الإعدادات عشان ما تعطي حساب الآيكلاود الخاص فيك لأحد ولو غلط وعطيت أعطيتك الحل وأيضا لو كانت كل أجهزتك وحابب تلغي المزامنة أو تفعلها عشان تكون في الصورة في نهاية الشرح أعطيكم ألف عافية لا تنسونا بالليك وسبسكرايب في القناة وفي أمان الله